اشتركوا في القناة التي في هذا السر الحقيقة فيه قراءتين مهمين جدا في هذا السر من البولس رسالة بولس الرسول الى اهل افاسوس الاصحاح الخامس والقراءة الاخرى او التانية اللي هو الانجيل المقدس من انجيل معلمنا متى اصححة الصادر نحاول النهاردة بنعمة ربنا نفهم بسرعة النقطة الاساسية في المعنى اللي عايزة توصله لنا الكنيسة وتعلمه لنا من خلال رسالة معلمنا بولس الرسول الى اهل افاسوس وهذه الرسالة الحقيقة وهذا الجزء بيتكلم عن الالاقة بين الزوجين والمحبة اللي بينهم مبنية على ايه الانجيل له مفهوم اخر لكن نبدأ النهاردة برسالة البولس وبتبدأ من رسالة بولس اصحاح خمسة اية 22 لكن برضو مهم اننا نشير الى الاية السابقة اللي هي اية 21 اللي بيقول فيها معلمنا بولس الرسول الخاضعين بعدكم لبعض في خوف الله وبعدين بيتكلم على مفهوم الخضوع والارتباط بين الزوجة والزوجة ويقول النساء فليخضعنا لرجالهن كما للرب لان الرجل هو رأس المرأة اذا معلمنا بولس الرسول بشير الى ان خضوع المرأة لزوجها لانها بترى فيه صورة الرب مش بتخضع المجرد خضوع للخضوع لكن خضوع لانها بترى فيه صورة الرب وهنا المسئلية الاولى بتضع على الاب وعلى الزوج انت تمثل المسيح في اسرتك فكنيستك اللي هي زوجتك هتكون خاضعة عليك لانها بترى فيك كل الصلاح كما ان المسيح ايضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد اذا بياخدنا بولس الرسول مش على المستوى الجسدي او جستوى الانساني فقط الى المستوى الروحي اللغوتي اللي بيربطنا بالمسيح مخلص الجسد وزي بيربط دايما بين المسيح وجسده وكنيسة علشان نفهم ان العلاقة بين الزوج والزوجة على هذا المثال هي علاقة كأنها الكنيسة ارتباطها بالسيد المسيح ولكن كما تقضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء اكتر من مرة بيشير الى ان المسيح هو مصدر الارتباط بين الاتنين ومصدر العلاقة بينهم هو اللي يوجهها وهو اللي يبنيها والمراقة على مثال المسيح والكنيسة بعدين ينتقل الى المسئولية الاكبر والاهم اللي خدت اكتر من مساحة اكبر حتى في الرسالة ايوها الرجال احبوا نساءكم كما حب المسيح ايضا الكنيسة وبدل ما يقول الزوج اخضع لا بيقول له حب لان المحبة بتجعل الانسان حتى ممكن يخضع للاخرين المحبة اللي شرحها بولوس الرسول في كولنسوس اللي 13 بتعلمنا المحبة لا تطلب من لنفسها المحبة لا تقبح المحبة لا تظن السوء المحبة لا تفرح بالاسم بل تفرح بالحق المحبة تتأنى وترفق وتصبر على كل شيء وتحتمل كل شيء لما ناخد المحبة دي وانطبقها مع الرجال الذين يحبوا نساهم هنجد انه هو بازل مش بس خضوع ده فيه بازل كامل بين الزوجة ومن الرجل للمرأة لانه بيكلموا بيقولوا ان المسيح اسلم نفسه لاجل الكنيسة اسلم نفسه هنا محبة مبنية على البازل وعلى التطحير لكي يقدسها مطاهرا اياها بغسل الماء بالكلمة هدفه انه يحفظ زوجته ووصرته في حالة قداسة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة من دماء يكون الاب او الزوج بيقدم هذا المثل والزوجة او الام بياخده هذا المثل ويعيشه فيه هيفرح زي ما كنيسة بتفرح قلب المسيح هكذا الاب والزوج هيفرح بزوجته بأسرته كي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة اللي دنس فيها ولا غضا او شيء من مثل ذلك بل تكون مقدسة وبلا عيب كذلك يجب على الرجال ان يحبوا نسائهم كأكسادهم اذا ليست فكرة خضوع لان فكرة الخضوع دي احيانا بتتفهم خطعا بكثير من الناس لا دي فكرة بازل ومحبة وتقديم من يحب امرأته يحب نفسه اذا هنا اشارة لاننا بقينا واحد فانه لم يبغض احد جسده قد بل يقوت ويربيه كما الرب ايضا للكنيسة التركيز في العلاقة بين الزوج والزوجة في رسالة بلوس الرسول على المحبة البازلة على المحبة التي تعطي كما احب المسيح الكنيسة وبازل نفسه المسيح عمل ايه الكنيسة اتجسد عشانها اتصلب عشانها اتهان عشانها احتمل الالام عشانها خلصها ومات عشانها على الصليب ثم اخدها للمجد وقام الاموات واخد الكنيسة معاه ودها فرصة القيامة لكي يتحيا معه في ملكات السموات الى الابد من اجل هذا يترك الرجل الاباه وهمه ويلتصق بامراته وهنا برضه تأكيد على الالتصاق بين الزوجين مفيش واحد يقول انا لا هتسيبه امشي او هتسيبه وتمشي لا احنا ملتصقين نتحمل مع بعض نشترك مع بعض نضحي من اجل بعض نسنت بعض نفسامح بعض نقرم بعض نهتم باحتياجات بعض نكمل نقائس بعضنا للبعض فتكون فعلا فيها التصاق حقيد عشان كده يوصل في الاخر يول كده يكون الاسنان جسدا واحدا هذا السر عظيم ولكنني اقول من نحو المسيح والكنيسة اما انتم الافراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه محبة كاملة اما المرأة فالتهب رجلها وهنا بيضع ايضا مبدأ المهابة والتقدير والاحترام والكرامة على مثال المسيح والكنيسة هذه الرسالة الحقيقة وهذا الجزء من الانجيل درس روحي لكل اسرة للزوجين عشان يبنوا حياتهم صح وللحاضرين لكي يراجعوا انفسهم على هذا المثال الذي على مثال المسيح والكنيسة وللهنا المجد دائما ابدا امين وإلى اللقاء اخر في نقطة اخرى من طقس الانجيل طقس الاكليل الرحاني اشتركوا في القناة